في منتصف مايو 2014 أطلق حفتر عملية الكرامة بعد حصوله على تأييد قبائل الشرق والتحالف مع كثائب الزنتان في الغرب الليبي كذا مشروع حفتر أن ينهار في سنته الأولى رغم حصوله على الدعم المصري والإماراتي فضلا عن الدعم السياسي من معظم أعضاء مجلس النواب المجتمع في الطبرق مع نهاية 2015 تمكن الفرقاء الليبيون في الشرق والغرب من التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الانقسام أفرز الاتفاق ثلاثة أجسام رئيسة هي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حفتر رفض الاتفاق لأنه يعطي للمجلس الرئاسي صلاحية خلعه من قيادة الجيش كما أن الاتفاق يضع المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية بدعم إماراتي ومصري بسط حفتر سيطرته على مساحات كبيرة من البلاد في الشرق الليبي فقام بهجوم مباغة على طرابلس في الرابع من أبريل عام 2019 حدث ذلك أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيرش إلى ليبيا وقبل عشرة أيام فقط من لقاء جامع للفرقاء الليبيين في مدينة غدامس جنوب غربي البلاد برعاية أممية توقع حفتر أن يحسم معركة طرابلس في 48 ساعة ربما أسبوعين أو شهرين لكنه بعد مرور أكثر من سنة لم يحسم حفتر شيئا برغم إعلانه ساعة الحسم أربع مرات لم يبقى أمام حفتر إلا لعب آخر أوراقه والاقتداء بتجربة جاره الشرقي السيسي فأعلن إسقاط اتفاق الاسخيرات ونصب نفسه حاكما لليبيا خطوة أثارت رفضا محليا ودوليا